حبيت شارككم بطريقتي لوصفة مربى البطيخ من اطيب لمربيات اللي انا كتير بحبها طريقتها كتير سهلة ومكوناتها متوفر بكل مطبخ وبكل بلد وكتير مميزة بنكهتها انا بطبخها بعصير البطيخ الطازة الفرش فينا استعملها بالمي والسكر بس انا بعزز فيها طعم البطيخ اني بطبخها بعصير البطيخ وطريق التقديمه كتير مميزة الصغير والكبير رح يحبها الصغير حيفكروها حبات بينما هي قطع البطيخ اللي بتكون البيضة الطبقة البيضة ومنخلي معاها من الطبقة الحمراء يلي بتكون بين القشر وبين البطيخ الاحمر نفسه طريق التقديمه كتير طيبي فيكنوا تحطوها لوحدة فيكن مع اشطة فيكن جوة حشوة كيك متل ما بتكن وصفة سهلة وبسيطة وهيدي القشور الخضرة بتمنى منكن انكن ما ترموها تبحثوا عن فوائدها وتعرفوا قدش فيها فوائد لاجسامنا حرام انه احنا نخسرها ونرميها انا بنشفها وبطحنا بعملها بغليها شوي مع اي عسل بحليها وبشربها هلأ اول شي رح ناخد هيدا البطيخ الاحمر وباي خلاط باي مكنة متوفرة عنكن بعصره وبصفيه وبجهز عندي عصير البطيخ البديل لإله هي الماي بس انا بحب اعملها بعصير البطيخ الطازة بتكون طعمته كتير مميزة حطيتم عندي هيدا الخلاط وهلأ عم جهز بعد ما جهزنا عصير البطيخ عصير بطيخة كاملة اخدنا القشر شايفين كيف انا ما شلت الطبقة الحمراء عنه ابدا قطعتهم بهيدا الطريقة منشيل هيدا الطبقة الخضرة واللي بتكون شوي جامدة بهيدا الطريقة منخلي بس البيضة مع الحمراء ما تاخدوها بس قطع البيضة علشان يكون فيها نكهة البطيخ شايفين كيف قطعتها مربعات بحجم ربع الاصبع بس خلوا فيها من الطبقة الحمراء الجامدة وهيدي قطعة تانية لتكون واضحة لالكن منشيل القشر الخضرة وما ترموها ملاحظين كيف هلأ منقطعهم مع القطعة الحمراء فيها لنعزد استعمل البطيخ ومنقطعهم مربعات بحجم ربع الاصبع بهيدا الطريقة ومنجهز كل البطيخ عندي علاجة نمشوفوا كيف قطعتهم هيك صاروا عندي جاهزين ما منخلي الطبقة الخضرة الكثير يابسة ما رح تستوي معناه مناخد الطبقة البيضة الطرية مع طبقة من الحمراء الجامدة هيك الحبات البطيخ عندي صاروا جاهزين هلأ لازم نوزنون لازم نحط وزنون سكر بتكون 3-4 كيلو سكر لكيلو منقطع البطيخ مثل ما بتكون بس أنا بفضل كيلو كيلو أطيب لأنه ما حيكون فيه نسبة حالة زيادة فيهون حطيت لوزن البطيخ عندي وزنون سكر هلأ حطيت قطع البطيخ بالطنجرة بدون أي نقطة سكر بحطي عليهم ماء من الفلتر ماء عادة بردة من الفلتر تغمرون لفوق ومنغلي قطع البطيخ على النار لحتى نشوف الماء صارت تحت الربع هلايكوا كيف حطيت الماء فيهون وخلوهون على النار لتشوفوا الماء تحت الربع وصلت هلأ جهزنا السكر كيلو قطع البطيخ كيلو سكر ومناخد السكر ومنشوف كم كباية سكر عنا أهم ملاحظة وزنه السكر بالكوب المقاييس المتعارف عليه كل اتنين كوب سكر بدون كوب ونص لكوبين إلا ربع من عصير البطيخ الطازة أو ماء من الفلتر ماء من فلترة ما بأثر أنا بحط لهم عصير بطيخ كل اتنين كوب سكر كوب ونص لكوبين إلا ربع عصير بطيخ وبحرقون سوا هلأ عندي قطع البطيخ شوفوا كيف وصلت الماء لربع طفيت تحتهم وببدأ شيلهم وبحطهم على السكر وعصير البطيخ يلي أنا جهزتهم وخلطهم سوا بهذه الطريقة هلأ عم بحطهم على العصير البطيخ حتى لو كان العصير بارد وقطع البطيخ سخني ما تخافوا ما حيأسر شايفين قدي نسبة الماء ظلت عنها بهذه الطريقة راح نحطهم على العصير والسكر سوا بطحن مستيكا كم حبة مستيكا هي المطيب الوحيد يلي بحطهم ربع البطيخ كم حبة مستيكا شايفين حسب الكمية كم حبة مستيكا بحطهم على عصير البطيخ وقطع البطيخ والسكر بعد ما بطحنا مع رشة سكر هلأ بس يبدأ عنا منحرقهم على النار منظلنا نحرقهم لنشوف الشراب بلش عصير البطيخ عنا يسخن كل كيلو مربا بحطهم علقتين ونصف لثلاث معالق طعام عصير ليمون بس يعني تقريبا بياخد له عصرة ليموني عصرة نصف ليموني هيدا ما بيأسر عشان يشتد عنا الشراب العصير البطيخ ويمسك ويصير تقيل فكل كيلو مربا بدهم علقتين اكل ونصف عصير ليمون ومنحرقهم هلأ شوفوا عندي البطيخ بلا شغلي مربا البطيخ حطيت عليه عصير الليمون رح تشوفوا هيدا الرغوة اللي تقيلة على وش المربا بتشيلوها بمعلقة مصفاية بتشيلوها بمعلقة صغيرة متل ما بتكون المهم هيدا الرغوة اللي على وش المربا نشيلها دايما لو خليتوها حتخلي المربا عنكن يعفن شايفين كيف عم شيلها هلأ هي لوحدة بتتجمع على الاطراف بتصير مادة تقيلة بكل سهولة منقدر نشيلها خلوها على جنب بعد شوي رح تلاقوها تحولت لمادة لزج تقيل الرغوة على جنب وصار تحتها مادة سائلة تفصل فبترجعوا المادة السائلة على مربا البطيخ بهيدا الطريقة هلأ تركتن على نار هادي خففت النار وتركتن شي 45 دقيقة او تقريبا ساعة حسب كمية البطيخ عنكن لتشوف والحبات صارت شفافة رح تطلع لكم حبي وتشوفوا كيف وليكوا الشراب ما تخلوا ينشف عنهم ابدا بدنا نسبة من الشراب لنحطهم بالمطربان لانه كتير طيب معاهم يتاكل يعني ما حلو انه ناكل بس قطع بطيخ وما فيهم من الشراب اللي طبخناهن فيه بهيدا الطريقة شايفين لايكل حبة طلعوا حبة شايفين كيف صارت كلها شفافة خلص هيدا القوام المطلوب وهيك النسبة لطبخ البطيخ صارت ممتازة بتفتحتهم هلا ازا اشتغلتوهم باللال ما فينا نعبيهم ضغري هنه وسخنين هنه ودافين ما بيأسر فيه ناس بتخليهم ليبردوا كتير انا لما يكونوا دافين بحطهم بالمطربان ما حيأسر ما حيطلعوا البخار يعني بس شوف ما عم بيطلع منهم بخار كافي طفيت تحتون هيدا الدرجة المطلوبة وازا شايفين حبات لونة فيها هيدا اللون الاصفر لايكوا بس تتركوهم بالشراب البطيخ اللي تقيل اللي تحول عندنا خلص لمربة رح يروح هيدا اللون منهم ويصيروا كلهم حبات شفافة رح يرجعوا بكملوا طبخهم او انه برجعوا بتشربوا اكتر لما نتركهم بالطنجرة انا اشتغلتهم بوقت متأخر باللال فغطيتهم بقماشي كتير خفيفة متل الشاش شايفينه كيف عشان ما تحجب البخار لو حغطيتوهم بفوتة سميكي والبخار يرجع ينزل عليهم رح يفصد عنكم المربة رح يتحول لما ينتبهوا لقماشي ما تحجب البخار عن المربة تركتوا لتاني يوم شوفوا تاني يوم كيف تقل الشراب فيهن بس بردوا اكتر واكتر خلاص صاروا عندي هلأ جاهزين فيني حطهم بالمطربانات المعقمة بالنسبة للتعقيم المطربانات انا بحطهم بطنجرة عميئة فيها مي مغلية ديقتين ثلاثة بغليهم وبشيرهم وبحطهم على فوتة سميكة بقلبهم خلاص هيك بتكون عندي المطربانات جاهزة وهلأ لايكم المربة ما شاء الله شوفوا ما احلها اللون وما احلها القوام لايكم الحبات كأننا قطع من الكاندي عنا يعني وصفتي مربة لصغير قبل الكبير رح يحبها طعمتها كتير مميزة الغالبية بيطبخوها بالمي والسكر بتكون طعمتها شوي عادية انا دايقيتها قبل هيك ما حستيت انه طعمتها بتكون اطيب لما نعملها بعصير البطيخ طعمة البطيخ فيها بتكون معززة اكتر ومميزة اكتر ولما تحطوه بالتلاج ويبرد رح تدوقوا الطعم مربة ما في اطيب منه فجربوا انكم تعملوها بعصير البطيخ وصفة كتير مميزة بتقدموها لوحدة بتقدموها فوق قشطة مع شراب البطيخ بتحطوها بقلب كيك اي كيك ابيض سادة بس حطوا طبقة بالصانية اللي بدنا نخبزوا فيه طبقة من مربة البطيخ ونرجع من غطيها بطبقة كيك وخبزوه ولا اطيب من هيك كحشوة كيكات شوفوا عندي المربيات صارت جاهزة هلا ازا انتو بتكون تحفظوا المطربان برا التلاج وما يخرب دوابة شمعة بيضة سادة بدون اي ريحة او نكهات او عطورات بس شمعة بيضة خليتها لحتالي شوي قلت حرارتها حطيتي اماشي على وش المربة شايفين كيف بتحطو الشمع عليهم بهيد الطريقة اسمعوا هلا الصوت اهم الشي ما تسكبوها تكون كتير سخنة بس تكون شوي بعدد يعني سائلة صنعوا الصوت خلصوا دايما حطوا الشمع فوق الاماشي عشان يسهل عليكم تسحبوه عن وش المربة بكل سهولة وهيدول القشور ما ترموهن ابدا غسلناهن كتير كويس حطيتن على الصينية وبنشفن وبتحنن وبحطن بمطربان بس اعملوا بحس واقرؤوا عن فوائد قشور البطيخ لأجسامنا ما بترموه ولا قطعة منن سبحان الله يعني حتى البزور بتتيباس وبتتحمس وبناكلها نوع من بزر البطيخ كتير طيبة وهيد الطبقة البيضة عبارة عن سيليكون طبيعي للجسم من ربنا وهبنا يا لام نقعد لو انتو بس بحستوا وعرفتوا قدي فيها فوائد هيد القطعة البيضة لفي داعي لسيليكون مصنع او شي هيدا سيليكون رباني فيه فوائد كتير لأجسامنا وطعمته كتير مميزة وبيبرد على القلب لما يكون كمان بالتلاج وبارد له نكهة وطعم كتير مميز يعني متل حباتي اللي كاندي افضل ما انكنوا الطعم ولا تكون كاندي هيدا مربة بطيخ طبيعي شغل ايديكن ومطبخكن ما فيه اطيب منه وهيدي القشور بعد ما يبست عندي شايفينها كيف طحنتها وحطيتها بمطربان بغلي منا معلقة صغيرة مع كباية مي مغلية وبحليها بالعسل وبشربها او بدون عسل فيها فوائد للجسم ربنا خلق لكل داع الدوار اشتركوا في القناة